هذا من المبكر الحديث عنه حقيقة لكن بالمقابل الدولة العراقية الآن تسير باتجاه الدبلوماسية تسير باتجاه تحالفاتنا الخارجية القوية وكذلك بالمقابل هذه التحالفات لاحظنا أنها ساعدتنا بالحرب على التنظيم الإرهابي داعش ووعت قوة إرهابية جاءت من جنسيات متعددة تصل إلى أكثر من 120 جنسية شارك في هذا التنظيم الإرهابي وعلى مدى عشر سنوات لاحظنا صمود القوات المسلحة العراقية وصمود الشعب العراقي وتحدي الإرهاب وكان وضعا صعبا كان الكثير يتوقع أنه من الصعب تحرير الأراضي العراقية ومواجهة هذا التنظيم الإرهابي لكن بقدرة القوات المسلحة العراقية وبدعم المرجعية العليا وكذلك دعم الشعب العراقي ودعم كذلك الشركاء والحلفاء في التحالف الدولي في ذلك الوقت انتصرنا في عام 2017 وأعلننا النصر وما بعد ذلك هناك عمليات تقوم بها قواتنا المسلحة ولذلك هناك مسار يقوده السيد الرئيس وزراء يركز على الدبلوماسية يركز على التحالفاتنا الدولية يركز كذلك بالمقابل على العلاقة مع دول المنطقة والعالم وهذا بالتالي ما يقينا هذه الصراعات لكن بالمقابل نحن نذهب باتجاه القضية المركزية وهي القضية الفلسطينية التي جزء أساس بالسياسة الخارجية العراقية ولم يتنازل أو يتوانى عنه العراق وهذا معمل عليه السيد الرئيس وزراء أستاذ محمد الشيح السوداني على مدى 24 شهرا في دعم القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية العراقية والسياسة العربية والاقليمية والدولية وكان صوت العراق صوت كبير وكذلك عمل العراق عمل كبير في المجال الدبلوماسي والإنساني وكذلك بالمقابل الدعم للشعب الفلسطيني والدعم اللبناني ولذلك هذه المسارات حقيقة تضع استراتيجية فعالة للعراق بعد 20 سنة من المواجهة للتنظيمات الإرهابية وبعد 40 سنة حقيقة من الحروب التي خاضها العراق والخبر التي امتلكها في مجال إدارة الأزمات على عمر النظام الديمقراطي على مدى عقدين من الزمان والذي يمتلك الآن علاقات وتبيزة مع دول العالم المتقدمة هل أفهم من إشارات وجود العراق ضمن التحالف الدولي وبشكل أدق الوجود الأمريكي الحالي في العراق قد يحول دونما هجمات أو غرات قد تشنها إسرائيل ردا على هجمات الفصائل لا نحن نعمل بشكل مستقل يعذر عن إدارة الدولة العراقية بصورة فعالة جدا وهذا التزام سياد يقوده السيد رئيس وزراء الأستاذ محمد الشيعة السوداني لدينا علاقات متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع باقي دول التحالف الدولي الذي أنهينا مهامي حقيقة بالبيان المشترك ما بين وزارة الخارجية العراقية ووزارة الخارجية الأمريكية ودول التحالف الدولي والآن نعمل حقيقة على دعم القوات المسلحة العراقية بعدة مسارات لكن بالمقابل نؤمن من أن العقلاء في العالم ينظرون الآن إلى الأمن العالمي تأثري بالأزمة أزمة الشرق الأوسط إن كانت على الأراضي الفلسطينية وعلى الأراضي اللبنانية وانعكاز كذلك بالمقابل هذا المسار وهذا محذر منه سيد رئيس وزراء منذ الأيام الأولى حقيقة لأزمة غزة وأشار بصورة واضحة إلى أن هذه الأزمة قد تدفع المنطقة إلى المجهول وبالفعل الكل الآن القادة السياسيين في المنطقة يريدون العودة الآن إلى طاولات السياسة إلى طاولة الاستقرار إلى مسار يعني إرادة الشعوب في أن تنتهي هذه الحرب العدوانية على الأراضي الفلسطينية وكذلك بالمقابل على الأراضي اللبنانية كبير اللبنانيين الأعزاء حقيقة بهذا المسار